أكد رئيس عبدالفتاح السيسي استمرار جهود مصر المكثفة لتقديم وإيصال الدعم الإنساني لأهالي القطاع مشيداً بالدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في هذا الشأن وخلال اجتماعي مع نيفين القباج ووزيرة تضامن الاجتماعي اطلع الرئيس السيسي على الهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري لإنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع سيدة نيفين القباج وزيرة تضامن الاجتماعي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماعات تناول عدداً من الموضوعات وعلى رأسها المساعدات الإغاثية لغزة حيث اطلع السيد الرئيس على الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري لإنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع وأكد السيد الرئيس في هذا الإطار استمرار جهود مصر المكثفة لتقديم وإيصال الدعم الإنساني لأهالي القطاع مشيداً بالدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في هذا الشأن وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى دور المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة تقديم وتعزيز الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين مؤكداً عمق التقدير والاحترام الذي يكنه الشعب المصري لأبنائه الأوفياء الذين قدموا أعظم التضحيات من أجل أمن مصر وسلامة شعبها وتناول الاجتماع كذلك متابعة الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة الخدمات المواجهة للسيدات ذوات الاحتياجات الخاصة وكذا متابعة نشاط الصندوق القومي للقادرين باختلاف ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في العمل على تحسين إتاحة وجودة الخدمات المواجهة للفئات المستحقة خاصة السيدات وتيسير الإجراءات الهادفة لتحسين جودة حياتهن بما يتوافق مع القوانين ذات الصلاة